يتعلم و في أسفر كنت أتسمع حتى كنت معي و سأكون أعلمت و لأخبر حتى أولاً أنا أقول أن أعلمي أي شيء يجب أن تسمعي هذه الخطة الجهنمية ف энدينة بمصطباح و غير صبرعني و لكن هذه الحالة لم يستطعان هذه الخطة أقلت نهائياً لها و لم تعمل هذه المكان وخا هادشي فاش كنا صغار كنا كنديروه ولكي محرفش كيفاش نسيناه انا ما كان شجاكو مش ديرو هادشي غير سمعوه فقط وتبتعو ليه المهم ما غنزيش نطور عليكم كتر وندخلو مباشرة في القاسة دياننا انا هي اللي تزوش بمطور وكيس حبلو عارف قوالة الدنيا كاملة بالحق ما تخافوش خسكم جنية لاللومو لا تقدم ما اللي حصلت وخدرني خرشو من عين لبرة والريت والعيالات الحرات على يشقى الدات وهادشي كامل بواحد النبتة ساحلة خليتوا يا لبنات قدامي كيبكي وكيقولي العار لما اعتقيني انا ما عارفش باش تبليت ايو انا كنت كنشوفي وكنقوله رجاف الله ما عارفش هادشي ديالك اشنا هو عارفتكم تحمسوا ومغيت تقولوا لي ايشنو طاري انا غنقود لكم قصتي من احسن زاد المهمة البنات انا قصي كاملة بدات النهار اللي كنت كندير الدراسات من مورالباك كنت كنقرأ في واحد المدراسة اللي عليا مهم الحمد لله كانت الامور كاملة بزيانة حتى النهار اللي غيطي حبي على خاز العمصم وخاز العفطة مسنن البيتان البنات غير سمحوني ايا كيف بكت لكم راني في مخنوق ضربني البرد صوتي باح يعني غتلقوني اني كنغلط في بعض الكلمات مهم غمضو عينيكم ودوزوها كلمة البنات نهار اللي طح حبي على خاز العفطة بسن البيتان كحل مسنون مسوس الدراس مهم قاع الاوصاف الخيبة فيه مهم سيد الصارة حد قال كان هو البوغوس ديال المدراسة اللي كنا كنقرأ فيها وكان حس براسو بلاقياس كان واحد دري نقي 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 بوحد درجة بزاف دائما كيضرب لك الحطة عائلته ناس اللي متوسط للحلوة كانوا مهلين في ولادهم يعني كان مبا موضفين وفي حالة كانوا فلوسهم كامين كيخسرهم على ولادهم سيد كان مهللي 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 اما انا ربن درويشة لحسوا السيد ضربية وميمكنش ما نهضرش معاه مهم هضرت معاه بديت بانوياف علاقة ولكن ما طولناش ما جينا فين كملو شهرين مقادة سيد بدأ كيبالي كيهضر مع هادي ومع هادي شبت حتى ايه وقلت له بسلامة سافيت فارقنا الله يعاون الله يعاون وخا حاول انه يرجع لي لان انا راني بوغوسا واندي حقي فيلم الجمال وحتى انا كان يتمناني 1101 مهم انا ما كدبش عيكم واندي حتى اتمناني 1101 وكان اتمناني 1101 سافيت فارقت معاه حاول معايا حتى اياه ما كنت ش بغيت دوزنا تقريبا نجيل واحد من شهور هاكاك ورجعت انويا في علاقة قل لي انا كان بغيكم اعمرني منسيته وانا غلطت وسمحي لي وفعلا رجعنا رجعنا دوزت انويا حسيمانا حصلت واقف مع واحد خيتي ثم كنت قطعت النمرة دي التليفون دي حييتها بصيفة نهائية لانش ماشي كله مره يبدو يدخل علي بالمرأة سافي مرتي ما بقيت عطي ثلاثة شي واحد سافي بقيت هكاكا القراسي تكمل قرايا مشا انا بقيت دخلت وقراسي كملت قرايتي توضفت السنة اللوله السنة التالية واحد نهار سافي نسيت هذك سيد اصلا واشكاين في الدنيا واحد نهار كنت غالصة هاتها غيدخل علي في الانستغرام السلام مت السهلان انا شفته وعرفته قلت له عليكم السلام صراحة نسيت هذك الحب لك كنت كان بغي ونسيت سافي سافي ذك شديل الصغور وديل اللهبان اصلا مدوش معها بزافي اني مدق سيرة وخلاص اه تخلق لي السلام سافي لباس عليك كشكت عاودي فين وصلتي اشنو درتي مهم هدرا كنت جبن هدرا قلت لهنا فين خدامة قال لي ياهو فين خدام قال لي انطلقه ومنطلقه وشوف انا ما بسالياش والخدمة مهم بقيت كنت تهرب سافي بقينا كن هدره في الانستغرام سيد كنشد معي الطريق ليشان مهم كن هدر معايا زع ما ذاك الشي رسمي اه شفتي فلاش شفتي فلانا باقي عندك لي كونتاكت مع الناس لي كنا كنقرأوا معاهم مع هادي مهمت انا كن هدر معاه دول سنوية واحد المدة تقريبا واحد اربع شهور هكاك كان هدره مرة مرة مشي زع ما ذاك الهدراديا اليوميا كان هدره مرة 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 بركليا الاواشار بركليا الايد مهم العيبات في حلاكة حزنوا واحد المرة كان قلّ لي واشو ما ذاك انا نطلقها انا بياك كنت اخبروا ما لشا نطلقها وقل لي يا هادي أصدقاء اه قرينات طانطان هادي المهم كنت لهم انني ممساني اشهد قال لي واش انتي السبس ممساني ليس لحد الممساني قلت له اه قلت له السبس ممساني لحته ممساني لكنه ما يحدث في المنى وعلى فكرة يقول لي اشبه عليك وراء فكرة فكرة يقول لي انه تطلقه وينطلقه مجموعين لتطلق للمنى يقولوا اوكي سوف نطلقها ونطلقها بهذا المدة التي تقطعها سوف أقول لكم جاي ضرب واحد لحطة كيف دايرة طموبيل كيف دايرة وحتى انا كنت ضربة واحد لحطة وتبدلت ودخل بعيا الفلوس حيث انا والدية ركنوا دراوش فاش كنت كنقرأ في هذه المدراسة ركنزعم علاقة للحال والدية كانوا مقاتلين غيرا مع الماكلة والشرب المهم شافني السيد طحفية طحية العمى في الظلمة ومن ثم مولا لاسق فيها ولا كيدخل عليها ويقولي انا شتك انا مبغيش تتفلية انا بغيت كل الحلال انا اصلا الوقت اللي كنت معرف عليك في المدراسة معمرك ما تنسيتي لي وانتي يا واحد البيت داخل سوق راسك معمرك خليتي نقص لك يديك واللحة تتزعمات صرت عليك انا بغيت شي وحدة اللي في حالها كاتر بيلي ولادي ونحط عليها الراس مهم السيد بدأ عليها بالكلام الكلام 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 سهف يدوخني دلتا انا اعطي فرصة في السيد ما فيه ما يتعب ها هو خدام ما نقصه شي حاجة في الوقت اللي تعرفت عليك فهذا مهمس كامل بالكلام لاحزن نقول السيد سنتعب بغي يدير دوائر الزمان و يوقف على رجليه و ظوين يعني شكلا ظوين بالك كانت في هذا الصراحة لم يتمكن بيليه قلن نعطي فرصة ونتهرف عليه ونشوف . فأنا تهرفت عليه وننهار له ونقولها عليك فلوس معني غانبك بك كلمات تتلاتي اوقا اوقا، انه يتزعمات يجب على سلامة لم تتلك فيه لم أكن أعطي فيها قال لي والان اغرأت ان اغرأت الافرازي قمت بغير التفلية اريت كنت لزوجه وتمغير النار قال لي انت فيكاره وراهت مصهيره على عامين وعينه وانا دوره من ابنة البوات ومن ابنت البنت وأنني اغرأت بنت الاستقر وقمت بالاصل قلت له Linus M.A. أتعرفت تمامي لها المدة العام سيدي و هو اللاردي لنرى ما يفعل شيئا. لقد حصلت على شيئا لعبة. حسنا من ذلك السبت الذي كان يظهر فيهم. لم يكن يظهروا. والذي كان يظهر في التليفون. سيد قال صغير في الدار. مهم انا تسيقت وقلت صافي سيد ربا غيد خلصوا قراصوا وما يكذبش عليكم. سيد بوكوس وخدم زيان قاريم وتقاف زيان ما نقصوا. قمت بتشي خير. صافي توكلنا على الله. هجب وليدي. هجبوا بعدنا. وليدي يفرحوا بيا. حتى هم كان يهمهم غير البنت. تكون قارية ووعية. الحمد لله وليدي حتى هم ما أعجبهم. من الولد يصرت الأمور. تسلفنا وتكلفنا وتقاتلنا ودرنا القرآت. ودرت عراسية. بقاوي هضروع لي هالناس. جبت أحسن ما كان في مغنيين المغاربة. وأحسن تريترات. مهم ما خليت ما درت. درت عراسية كبيرة. ومن موراها كنت قدرت يديها في دي وكنا سفرنا بره المغرب. دوزنا أحسن شهر العسل. ومن بعدها كنا جينا وتوكلنا على الله وبدأي ناحياتنا. أنا البنات بديت بالصفى والنية. ودخلت كيف ما كان قلوب القلب المسلم. وحتى هو في الأول هذا الشي اللي كان يباليه فيه. كنت كان حس براسي أنني أسعد إنسانا في الدنيا. فرحانا الواحد دراجة بلا قياس وحتى هو. كيقولي يا شوفي دوز البنات ودوز العيالات بقدر الشعر دي الراسي. وما عمرني شفت في حال الجمال اللي في كنتي يا وفي حال الحشمال اللي فيك. وانا كان حماق عليك وانا كان تستعليك. المهمة البنات ارتحت لي وحبيته وطاحت في دابا ديبو. كنت عيشة معها أحسن يا مات في حياتي. في الصباح كمشل الخدمة وكمقى أنوية في المساجات. الحب والغرام والعشق الهوية مفلعشية كنجي أنوية للدار. يديه بيديه فشقة. واحتقاعي لما كانش غينوت يدير معي شي حاجة. يبقى قالت حدايا وانتحتت أنوية. المهم دكشية الحب والغرام. كنت نسيت قاعدك الشيلي داس. وليس كنقول أنا راجلي لي. ومسحي اللي عرف شو أحد من غيري أنا. دوس مع واحد المدة وستدر بسهل عليا وحملت. وولادة البنات. ودس تقريبا واحد العام ونصحت النهار. اللي غانك تهشفه الأول مرة من مورا الزواج. راجلي خانس الأفطم سن البيطان. كي يقدرني مع واحدة. في الأول فشقت الخبار كنت غادية. ما نكذبش لي كون مقدرش نهائيا أني ننوقف راسي. ونصب الراسي نوات الصداع. وغوته جدبته راسي نتفتوك. وقلوه ودخلت عليك غير بالله. أنا شنو منقص عليك. وحرفينا البنات. وولادة آه وكنت خدامة وعندي المسئوليات. رغم ذلك كنت مهلية فراسي. اللي بغا هكي يلقاه ونهضر معها في التلفون. والحب والغارة. ما كنش ديال. قالوا حقا جيب البطبوط. كنا كنهضر في نكو بيدا. شنو درتي امتا. قلوه أنا أريد أن أعرف أشنو ناقصك. السيد قاع رجلية حتى أنا هزيت شتيتي. وقلوه هذا الشي اللي بناتنا غيسالي هنا. قاع رجلية كي بوسموه. يقول يا والله تفهم الموضوع غلط. قلوه أوكي يا سيدي فهمني الغلط صحيح. قال لي يا أحقا محقا. أنا رجل درويش. وداخل سقراسي. هذا الفعيل ليس فعيلي. هذا الفعيل كريم. قلوه تشكونت كريم. قال لي واحد دري خدام معي. ما تخدام معي. كان خاسر المهم تلك الكذبة المشهورة. اللي يقولوها جاء الرجال. ما كذبش عليكم على البناس. أنا كان بغيه. كانت غمطت عينية وسكت. وضربت الطم. والسيد شد الطريق مودة. مهما بقيت هكا كل يوم وغدا. اليوم وغدا حتى النهار. اللي بديت كان صنة الشهر زاد. أنا في الداخل الجريم. لا سنكذب ونقول لكم لا. أنا كنت أصلا عرفه خفيف. وخا كنت سامحت ليه. ولكن دائما كنت نقول. هذا لهوض الحرام. يعني رأيكيد سيكون قدر شي حاجة. غير ما زال ما يحصلش حافظ صواري. خاصة أن مرة مرة كنت يخرج الراس. حتى يبدأ يلبس ويتقات. فين غادي. أنا غادي خارج. كنت أخبره خارج. المهم كنت أشعر بشيء ما هي. التليفون دياله. دي ما عنده. يعني إلى جديد. مثلا بغدا تنظر في. لو عندك تليفونك. اللحقة خربية شارجة. اللحقة هذه المهمة. دائما كيضي لك العيبات. المهمة البنات. بقيت جارة معها في هذه العلاقة. و أنا رد بالي معها في نفس الوقت. كانت سنت لشهرها زاد. ما كدبش عليكم دووزنا واحد المدة. ما نقول لكم. وشي عامين. ولا عام وناص. يعني علامة كانت تفرج في شهرها زاد. ما شيء لي هو. أما هو. راد والسماسيني دي الزواج. المهم حتى النهار. اللي سيحصل. وهذه المرة كيف ما كنقوله. سيحصل بالجرم المشهود. قرأت مساجاته مع واحدة. وعرفت أنه علاقتهم متطورة. وعرفت أن السيد كيمشي وكيتلاقى بيها. وعرفت حتى فين كيتلاقعه. أنا تم صافي درت بي الدنيا. كلفت ما عرفت مانديا. في وحد الوقت فكرت أنني نمشي. ونديله الخيانة الزوجية. ونديه البوليس أو تاني كنقول الله. الله يناقل الشيطان. هو أبت ولدي. أنا ما نكذبش عليكم. ما نقدرش. لأن ولدي واحد نهار سيكبر. وما نبغيش تباه في ضيحة في حال هكا. فكرت أنت فارقة نوياه وحرفيا. كنت كنت كنفكر فيه أو تاني. كنت 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 نسنت القاسس. وكنقول قوي لي. أنا نخرب داري. ونخسر علاقته معه ومع ولدي. وكنت كنشوف بعيني. يا علاقته مع ولده كيفاش دائرة. المهم شفت حتى عيت. وقلت لربيه. نعطي فرصة ونعطي الراسة. أنا فرصة ونشوف. واش غايت قادل لله. ما كنتش قادة أني نقول لي عارفة. لأنه هو كان كيموت مني. وكان عارفني. لا عرفت شي حاجة في حال هكا. غنطلق عنوياه. لأنا ما كنت نحتي شي سبب. لي خليني يبقى قال سمعه. الحمد لله برسقي خدا. ما كل شي ولي غا تقول هي مدلولة. ما عرفتش البنات وش أنا مدلولة. نعطي آخر فرصة. قبل ما نقول لي اعطي شي حاجة. وخصني نفكر في شي حيلة جهنمية. للراجل نخليه. عمره ما زال يمشي للحرام. ولي خاف منه. في حال كيف ما كيخاف مني. لأنني أنا. راح كيخاف مني وهذه المساجهات. رأي أنا دارت شي لعبات عاد وصلت ليهم. يعني راح هو راح التلفون ديال. وراد لي البال. ماشي شي واحد لي مثلا. غيقول لي أنا خارج مع أصحابي. نحن لم نعطي هذا الشي. يعني كان يدير ثباتي. يعني غير باش أنا منعقش. فأنا قلت خليه بعدها على الأقل كيخاف مني. وما بغيتش نجي نتواجه معاه. لأني إذا تواجهت معاه. سوف يتهرس. وغيعرفني ما ندير حتى شي حاجة. المهم ديس كان فكر. كان فكر يا سيد ربي الحبيب. شنو غادي ندير. شنو غادي ندير. أنا ما بقي القصص اللي كنت صنط لهم عن شهرزة. هي القصة ديال السودانية. وذلك القصة هجبتني بزاف. ولكن المشكلة اللي طاري. أني هذيك الحيلة. دروها بزاف ديال الناس. أيوة ثم ما بقيت كان قلص. وكان قلب. لدرجة أن واحد صاحبتي. كانت قرأت معي. كانت خدامة في فرماسيان. ماشي. هي مولاة الفرماسيان. ومعي طليها. وكتليها شوفي. واش كتعرفي شي حاجة. كتدي الحكة. وهذا. وكتليها لفير كاملة. وقالت لي. وقالت لي. لقد قلت لي. لم أردك شي عندهم أدرار. قالت لي. كانت شي حاجة لي. قلت لي. قدر نقول لك شي حواجة. ولكن في هذه القادية. لم يكنك نحن. المهم. قلست. وقلت كاملة. كاملة. حتما تذكرت. كنا صغار. كنا نسود الحريقة. وكنا احكوها وكنا نجد الحكام. ما نكذب عليكم. قلت لي. لدي شي أدرار قلت لي. وحنا كنا الأطفال. و لا أعطي شيئا الشيطان ربع قدامي و بدك يغرفيه و يقول يا ديها و خلييني تترى لي شيئا و تتعلم مرة أخرى يمشي لأنني رجلي عارفه في هذه اللحظة أنه كان يمشى مع هذه السيدة يعني أنا مأكده من هذه القضية المهم كانت فكار 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 نديرها و ما نديرها و ما نديرها و ما ستستقل و ما ستستقل و ما ستستقل كانت قلت غدي نجرب و غدي نشوف مشيتها البنات و قلبت على الحريقة على وعدي و سعدي حتى جبتها وجبتها و جربتها في حويجي حكيتها و لبسهم و صار حاجاتني لحقها ساف يكون تعرفت أن القضية هي هذيك سنت الرويجة لحصل غدلي في الصباح انت راجلي يوميا كدوش عد كيمشان الخدمة خليت و غير دخلت دوش تيتشوية الحريقة ما قويتش بالزافة و حكيتها لي في الملابس الداخلية كيف القضية ديال السودانية غير السودانية قدرت بقاها كالاتراس هذي صراحة ما يبقاش لكن على شرط ان هذيك الملابس الداخلية كونوا لون ديلهم مغموق مايكونش مفتوح المهم حكيت لي الحريقة و لبس حويجاتي سيد لبس إيه ودووز قربا واحد شوية و بده دك الشي كي شيط فيه عرفتي الحرارة و السيد بدك يحكي حكي حكي النهار كامل انا مدويت متكلمت هو مدوى متكلم المهم دووزنا دك النهار اللي غدلي نفس الشي بقيت غاديع معاها كالنهار اللي كيلف الشي حاجة فاتحة رما شافني مشتو النهار اللي كيلف الشي لون مغموك كنديرها ليه وفي نفس الوقت البنات وليت كنعطيه واحد المشروب اللي كان كيدير لدي عادي سيد كنت غادي نخرج للمول عقل ما بعرف باش شبلا كان جاء عندي وقال يا شوف افلانا انا ره جاتني لحكة قلت له كيف جاءت قلت ليك ما بدلتي سليبا ديالك ومشي قطان ودك شي قريلا لا دك شي اللي كاللبس هو اللي كاللبس قلت له ورخصك تمشي عن طباب انا اللي صفته فيديوه مهم سيد مشا قلباته بدأت عدت عليه وش عندك علاقات خارج نطاق الزواج وطبع السيد قال لها اه وطعت التحاليل وكان جاو سولته وقلت له شنو قاتلي قلت لي اعطتني التحاليل دياله قلت له انا تحاليل ديال الدم وده قلت له جاب الدم لحكا كليا ما هرفش يمكن شكات في سكاري يمكن شكات في الطوص يوم ويمسيد بك يدخلوك يخرج في الهضرة وانا فكت كنشوف فيه وكانت حاكوك ديرا راسي انني متفاعلة معه وكان قلت له مزيال اللهم يسر السيد مشا ودار التحاليل وصدمة ديال العمر اللي ما عمرني ما كنت كنت تخيلها فعلا سيد كان عنده مرض جنسي اللي كان منقول لي او انا ما كنت شرد دليل بال وهذاك المرض الجنسي كان كيسبب في سرطان دير الرحم الى طول بالزهف انا البناس ما كنتش عارفة هاد القضية المهم سيد فاش ده تحاليل طبيبة قلت له احقا محقا ارا هذيك الحكاة قدر تكون بسبب العلاقات اللي كانت دير خارج نطاق الزواج والطبيبة كانت نكدات وليه ديال بالصح وقلت له ضروري مرتك خاصة تعرف وخاصة دير التحاليل قال انا ما انقدرش نقولها ليا وما انقدرش نقولها ليا المهم سيد تقول لي باش عرفتي هاد الشي كامل ان السيد جاء اندي وقال لي ان الطبيبة قلت ليه انه مريد وان هاد المرض يقدر يكون مش حال هادي حيث انا كيف قال لي يا مريد كتو اذا انت تقدر العلاقات الغير شرعية قال لي لا انا يا وقبل من الزواج والله يحفو الينا وطنطن وانا من هالي تزوش بك يقسم فمو بالله ما امره ما قاشي وانا قريت الكونفرساسيون بعينيه انه مشا مع هادك اي حقا انا ما عارفاش وش هادك ولا وحده اخرى المهم انا مشيت عند الطبيبة وخديت الدوا وكل شي وطبعت معها وطهوة اي انا واخا كان متبع كنت كان ديله الحرقة وقسطيت الموقع خليتوها البنات غيروا حواجوك وكنت مرة مرة فاش كيتلا ليا الزعاف كنت كان شدوا وكنديله السودانية باش اللي الكامل كيبقى كيتقلى كيشرب الدوا وكيدير يعني دقاع دك الشي اللي قاتلوا الطبيبة وفي نفس الوقت الحكا عرفتي ما خلحت شي طبيبة وحت شي طبيبة كيدور عنده من طبيب من طبيب للطبيب وغد قولي ايوش مشكوش انه كيكدير لي شي حاجة لا مشكوش لانا سيد اصلا مريض وسيد اصلا ديك الساعة كنت مرة مرة كنت اعطيه لها دياغي كنت غادي نحمقه كنت صافي غاستي وانا راجلي من دك النوع اللي صحته عزيزة وكيخاف كيخاف ديال بالصح ولا كيبكي وكيقولي انا ندمت على النهار اللي درت في الحرام انا ندمت وانا كنغوت وكنت غاوصل معه الاطلاق وكنقوله شوف لي بيناتنا سهلة وغا نقولك بسلامة كيقولي ايو وكيحلف وانا عارفها كيكدف وكيحلف وكيقولي ايو شوفي واش غا تحاسبيني على ذك الشي اللي كان قبل من الزواج انا حاسبيني على من مرة الزواج وكان في يلي يقوليه مرة الزواج ولكن ضربت الطموس كنت قلت له ربما تكون هذي قرصة ادن ما امره ما زال يعاود خليتوا في هذ الحالة مدة يا البنات حتى السيد انا بقى فيها تخيلوا ورا ها ذاك المنطقة عندو راح كلاها بالاحكان جميع البوماضات دارهم جميع اللي جيب المتعجيب دارهم حتى صافي قال حق ابر ابتي ايوه تم يا البنات وقفت له ذاك الشي وخليته يرتاح لانه حرفيا كان انا لم يكن كنديرها لي بل يكن ديرها لي بالنهار اللي كي يخرج قدام الناس غادي ويحك قالت ويحك المهم السيد خرشت لبوه العقل لحصول فجأة انا يا برت وقلت هذي اخر فرصة اعطيتها لي ايوه لمشا مرة اخر احتدار شي حاجة هذي وتوبة وحتى انا كنت مشيت وانتبه مع الطبيبة وديرت تحليل ديالي وكل شي وكنت عرفت ما كنت احتشي حاجة وقلت لصفق الطبلة وكتلو شوفه ولد الناس انا دا بدر التحاليل وانتدرتي التحاليل ودابة راح نبشوش ما يفي نتاشي حاجة هذي المرة دوستها لانه ما عرفش واش كيناشي حاجة دابة ولا ما كيناش مرة اخرى عليا بليمي اللي حلفوا بيه ابنات الرجال الشلغمية هي داشت كم مرتد في العلية وانا ما نمشي ونرفع لك دعوة يطلق ونقول لهم السيد كي يقدرني ونجيب الادلة القاطعة لانني دابة انا عندي ادلة لانني ما بيتشي حاجة عليا ما نجيب الادلة ونخرج لك تعود راني ما نسماش قال لي يا شوفي انا والله هي ما كندير وما بقيتش غندير انا ندمت على النهار اللي درت فيه ودك الشي قبل من الزواج والسيد كي يحلف وانا كيف مقتلكم الشبعينية انا اليوم اجيت نعود لكم قصي ماشي باش نعطيكم الحيلة اللي درت ولا شنودات ولا بزافت الامور لا انا اليوم اجيت نعود قصي باش نعرف وجهاتش ري درته مزيان ولا لا انا اللي خات قولي ايضلمتي انا ما ضال ماشي من ناحية الظلم ما ضلمتوش انا هو اللي كان غايضلمني كان غاي تسبب لي في منعرف في سراطانات ان الطبيبة قالت لي هاد المرض قلت لي هاد المرض قلت لي هو صامد وفاشكي يكون وما كان كونه شعر في نوع قلت لي مع المدة كي يقدر انه يسبب سراطان ديال الراحم قلت لي وكي يقدر يسبب بزاف ديال المشاكل انا احمدت الله وشكرته انه بحيلة من قد تراسي وهو درت تحليل انا كنت كنقول غاي سيد كيف سيد يعني معمرني ما كنت كنقول غاي جيبشي مرت وخاصصا ان انا ما كنحسب والوه هو سيد كيف القرد ما كيحسب ولكن كني شي امراض لكي تنقلوه نما كنعرفوه مش انا ما نادماش انا بغيت غير نعرف وشي حاجة وغلطت انني اعطيته فرصة اخرى ولا لا واخد بحال فبي مالي اني لمشيت حصلته نهائيا ما غنعطيش فرصة وما غنفكر جوج مرات اللايعة واللايعة الغزالة ديالي هنا سهلة قصتنا وقبل ما نختم معكم بغيت نذكركم في القصة اللولة ديال بارح راح مازال ما شتوهاش لان المشاهدات فيها مازال طيحة القصة اللي من مراها او الجديد اللي من مراها تشاف وهي ما تشافتش كنظن اني البنات فاش شافوا الجديد ما كيسحبش ليهم اني حطيت قصة قبل المهم لي ما زال ما شافتهاش تمشي شوفها هاكا باش كتتحمسوني كتر اني نحط ليكم جوجوش قصات وكنعرف انكم ما كتتلفوش الغزالة ديالي هنا ما بقى ليها الا نقول لكم ما تخيش بيكم انتلاقوا ان شاء الله في قصة جديدة السلام عليكم